تتكاثر معظم الأسماك من خلال وضع عدد كبير من البيود التي تتحول إلى كائنات صغيرة غير متطورة فإن القرش يحمل بضعة بيود تتحول لاحقا إلى صغار متطورة جدا أسماك قرش صغيرة تنمو ببطء مع بعض الأنواع التي تتطلب عقودا ليبلغ الذكر فيها جنسيا إن التزاوج بين أسماك القرش يحصل داخليا بعكس معظم الأسماك حيث تقوم زعنفة الحوض الخلفية بإيصال الحيوانات المنوية إلى الأنثى نادرا ما يلاحظ المرء عملية التزاوج ولكن تسبقها عادة فترة من الغزل حيث يسبح الذكر إلى جانب الأنثى ويعضها مظهرا اهتمامه بها وليؤمن له وضعية ملائمة للتزاوج